من هنا أعزائي حاول البعض تفتقول جيدا حاول البعض قال إذا أردنا أن نأتي بنظرية بمفهوم بمنهج من الآخر لابد أن ندرس ظروفنا الفكرية والثقافية والاجتماعية لنلبس ذلك المفهوم أو المجهة منهج خصائص الثقافة التي نعيش هنا لأنه أنت هذا تجيب هذا المفهوم من أنت تجيبه من بيئة ثقافية تريد تستعمله وين إذا صح التعبير هاي البيئة قد تكون جغرافية وقد تكون ماذا ثقافية تريد أن تستعمل المفهوم في بيئة ثقافية أخرى منهج مستعمل في الغرب وأنتج وأعطى نتائج جيدة ولكنه لعله يعطي هذه النتائج اين؟ في تلقى مو الغرب في تلقى البيئة الثقافية أما عندما يأتي إليك لعله لا يعطي تلك النتائج فماذا نفعل؟ هنا وجد اصطلاح هو لطيف من الاصطلاحات المفيدة تبيئة المفاهيم يعني أن المفهوم عندما تنقله من بيئة ثقافية وتأتي بها إلى بيئة ثقافية حاول أن تأخذ بعين الاعتبار نائلة أبي نادر أبي نادر أعزائي اللي هي للسنين عاشت معهما يعني مع الجابري ومع أرغون فالأفكار المطروحة مو فقط من كتبهم أيضا في حوار معهما هناك في صفحة في صفحة مائتين وتسعة وخمسين انظروا لنا رابعا تبيئة المفاهيم يعني أنت عندما تنقل المفهوم من بيئة ثقافية إلى بيئة ثقافية أخرى لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار ماذا ها البيئة المنقول إليه المفهوم ولهذا في التعريفات تعريفات هذه المفاهيم في الصفحة التفت جيدا في الصفحة خمسمائة واثين وستين تبيئة المفاهيم ما هي ما هي هذه النظرية عملية مهمة يشدد عليها الجابري في كل مرة يضطر المفكر إلى أن يستعين بأدوات منهجية وبمفاهيم غريبة عن حق لعمله ليستخدمها في أبحاثه لأنها مفهوم هناك يريد أن ننقله إلى بيئة أخرى عليه أن يجتهد ماذا يفعل؟ عليه أن يجتهد في جعل هذه المفاهيم الغريبة مألوفة من قبل البيئة المنقولة إليها يجعلها ماذا؟ تنسجم مع هذه البيئة الثقافية والاجتماعية الجديدة إنه يرى من الضروري عندما يضطر إلى أن يستعير منهجا ما أو مفهوما محددا أن يضفي عليه على ذلك المنهج أو المفهوم طابعا خاصا ذاتيا أو لونا مختلفا حتى ينسجم مع أي منظومة ها؟ ما أدري أنتم شايفين؟ بأنه عندما يبدلون الأعضاء في البدن بعض الأحيان تجدون أن البدن يقبل العضو الجديد لو يرفضه ها؟ ولهذا يبقون مدة يراقبون البدن أنه قبل هذا العضو الذي جاء أو ماذا؟ أو يرفضه لأنه في النتيجة هذا العضو كان في بدن في بيئة أخرى الآن تريد أن تأتي به ماذا؟ إلى بيئة أخرى فيقبل هؤلاء يرفضه ينبغي علينا التفتو جيدا وإلا يحصل تشويه ما بعده تشويه وهذا اللي دا يحصل الآن في فكرنا الإسلامي عزيزي أن البعض من غير أن يلتفت هاي يأتي بمناهج من أين؟ أنا لست أن تجدون تعرفوني جيدا أنا أؤكد على قراءة العلوم الإنسانية الغربية أو لا نعم لا بد أن نقراها لا بد أن نطلع عليها كاملة ولكنه عندما نريد أن نستفيد منها أين؟ في فكرنا الديني في ثقافتنا الدينية في بيئتنا الثقافية لا بد أن نذوبها ضمن ماذا؟ منظومتنا الثقافي وهذا يتوقف هم معرفة بتلك الثقافة التي ولدت فيها هم معرفة كاملة بالثقافة المنقولة إليها العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس واضح صار إلى هنا أعزائي جيد جدا التفتولي جيدا